بتبدأ القصة بلورا اللي عندها حالة غريبة وهي إن مؤخرتها في الشقة لكن هي مش فارق معاها لدرجة إنها بترفع صورة على السوشيال ميديا وهنا بتكون بتتفرج على فيلم وبتشوف اتنين بيبوسوا بعض وتكون حزينة لإنها مش طبيعية زيهم وهنا بتكون في مطعم وبتشوف في التليفون إن سوريتها تمسحت لإنها غير مناسبة والويتريس بتسألها هتاكل إيه فبتقول لها لكن الويتريس ما بتكونش فهمها قوي لإنها ما بتعافش تتكلم كويس بعدها بتطلع من شنتتها كتاب يومياتها وبيكون في سور ليها بتتخيل لو بقها طبيعي وإنها كانت هتكون جميلة وبتحط الشفايف دي على بقها وبتعيط وبتتمنى لو تفضل كده دايمن والويتريس بتجيب لها الشربة ولورا بتطلع الخرطوم ده وبتدخله في بانطلونها لإن بقها موجود هناك وبتشرب الشربة وهي دي الطريقة اللي بتاكل بيها وبعدها بتكون هتركب العربية علشان تمشي وبيجي اللي اتنين دول وبيتنمروا عليها وواحد منهم بيرمي حاجتها على الارض والتاني بيوقعها على الارض وبتضربه وبتجري بعيد عنهم بعدها بترجع وبتسوء العربية وهي حزينة وغطبانة فبتخبط حد بنشوف انه الشاب الوسيم اللي شعره بنفسي جدا وبنعرف انه عنده مشكلة نفسية وهو انه متخيل نفسه حرية البحر وبيكون عايز يقطع رجله وامه بتوديه لدكتور نفسي وبتقلع البنطلون علشان الدكتورة تشوفه وبنشوف الجروح الكتيرة اللي في رجله وده بيخليه خجل جدا وبيطلع يجري وبيستخبى ما بين سندوين زبالة وهنا لورا بتعدي على رجله بالعربية وهنا بنشوف البنت دي اللي اسمها لورا برضه وبتكون مولودة من غير عيون وبتكون شغالة عاهرة لزبائن المطعم لانها مش قادرة تشتغل شغلة عادي بسبب اعاقتها وهنا الزبون ده بيتعطف معاها وبيديها جوهرتين كأنهم عينيها وهنا بنشوف مدير اللورا وبيكون بياخد الفلوس اخر كل شارع علشان يحوشهم ليها وبتكون لورا متعرفش حاجة عن الموضوع ده وبتكون الفلوس مش مكفية حتى تدفع ايجار المطعم وهنا بتقول لورا تشيل الجواهر اللي في عينيها لانها بتخوف الزبائن وإلا هتترودها ولورا بتخاف وبتشيل الجواهر من عينها والويترس بتاخد الجواهر فحد بيفتح الباب فجأة فبتخاف وبتبلع الجواهر وبتروح الحمام علشان تخرجهم لكن الجواهر بتكون كبيرة ومش بتخرج وبتاخد الدش وبتحطه في مؤخرته علشان تخرج الجواهر بضغط المياه وبعد معاناة أخيرا بتخرج الجواهر بعدها لورا بتعرف ان الجواهر ضاعت وتكون حزينة جدا ومش عايزة تدخل الزبائن من قبل ما تلاقي الجواهر لكن المدير ما بيكونش مهتم وبيقولها انه هترودها لو ما دخلتش الزبائن وهنا بترجع لها الجواهر لانها بتكون مش عايزها تترمي في الشارع فالورا بتقول لها انها مش عايزهاهم وانها تقدر تعيش من غيرهم وبتدها لها كهدية والويترس بتقول لها انها بتحبها جدا وهنا بتكون لورا مصدومة لانها خبطت الشاب اللي بشعر بها نفسي وبتسامته بتكون بتحلم بيها وبتشوف في الأخبار انه في المستشفى وهنا بنشوف الست دي وبيكون عندها مرض غريب وهو انه نصه الشاشة مال مترهل ولكن بيكون الراجل ده معجب بيها لانه عنده ميول غريبة لدرجة انه كان عايز يبصها في المطعم وهنا بيكون حطت صورتها وبتأمل فيها فأمه بتكون مش راضي عن تصرفات ابنها الغريبة فبيقول لها انها صادقته فبتقول له يقطع علاقته بيها وبنشوف انها في نفس الوقت لها علاقة بواحد شبهها عنده مرض في وشه وده اللي خلاهم يعجبوا ببعض وهنا بتقول له هو معجب بوشها ولا بشخصيتها فبيكون مش عارف يرد عليها فبتقول له يقطع علاقته بيها وهنا بيكون بيتصل بيها كتير لكن ما بتردش فبيكون عينتحر وقبل ما يرمي نفسه من عالكوبري تليفون لورا بيرن وبيكون ابوها لانها سابت البيت وهي ماشية بتقابل المتنمرين تاني وبياخدوها في شارع جانبي وبيختصبوها وده بيخليها تقرر تنتحر وبتروح عند الكوبري لكن ما بتعرفش ترمي نفسها وبتوقع على الارض لانها بتكون مرهقة جدا وبيلاقيها الراجل اللي عنده ميول غريبة ده واول ما بيشوفها بيعجب بيها وبيرد على ابوها في التليفون وبيوديها البيت ولورا بتسمع في الاخبار ان الشاب الوسيم انتحر وبنعرف ان ابوه سايب امه من وقت طويل وهو كان الزبون اللي عطى لورا الجواهر وابنه كان بيحبه جدا وكان ماسك صورته وشاف واشم حرية البحر على كتفه وفكر انه لو تحول ليها ده هيخلي ابوه يرجع وعلشان كده خلى عربية لورا تعدى على رجله لكن ما كانش يتوقع ان الموضوع يكون بالسوق ده وفي العالم الاخر تحول لحرية البحر زي ما كان بيحلم وهنا لورا بتكون بتجري كل يوم وعيش حياتها طبيعية ولورا التانية هتعيش مع صديقتها ومش هتشتعل كعاهرة تاني ولورا التالتة اخيرا لقت اللي بيحبها زي ما هي وما بقتش مكسوفة من شكلها والمغزى من الفيلم ان مهما كان شكلك اكيد هتلاقي اللي يحبك سلام